دشن محافظ لحج قائد اللواء 17 مشات اللواء ركن أحمد تركي بمدرسة القادسية لتعليم الأساس بمديرية بن فعاليات رياضية متنوعة أقامها مكتب الشباب والرياضة بدعم من وضمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف احتفاء باليوم العالمي للطفل وأكد المحافظ على ضرورة نيل الأطفال حقوقهم المشروع في التعليم والصحة والعيش الكريم والترفيه معتبرا للأطفال جيل المستقبل لو يعاول عليهم بناء الوطن مستقبلا مشددا على ضرورة تنفيذ البرامج الهدفة للارتقاء بالطفولة وتنميتها وتعزيز قدراتهم لخدمة مجتمعها من جانبه أشار مدير مكتب الشباب بالمحافظة رائد جعفر إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تضمن له المستقبل الأفضل إذا ما تم تأهل له كل سبل الكفيلة بذلك ترجمة نانسي قنقر